أعزائي الطلاب والطالبات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرحب بكم في خدمة دروس درسنا لهذا اليوم للصف الأول الثانوي الفصل الدراسي الثاني مادة الكيميا موضوع الدرس لهذا اليوم التحويل من الكتلة إلى المول وسيقدمه محدثكم الأساس علي الرضوان فأهلا وسهلا ومرحبا بكم سنتعلم اليوم بإذن الله تعالى أولا تربط كتلة الضرة بكتلة مول واحد من الضرات ثانيا تحول بين عدد المولات العناصر وكتلتها لنبدأ على بركة من الله هل كتلة درزا من الليمون تساوي كتلة درزا من البيض؟ إذن كما يظهر لدينا هنا ميزان به كمية من الليمون وميزان آخر به كمية من البيض إذن لن تتوقع أن كتلة درزا من الليمون تساوي كتلة درزا من البيض لماذا؟ لأن البيض والليمون يختلفان في الحجم والتركيب إذن فمن غير المفاجئ أن تكون لهما كتل مختلفة سوف نأخذ هذا الدرس بإذن الله تعالى الكتلة والمول ثم التحويل من الكتلة إلى المول الكتلة والمول مول واحد من الحديد يحتوي على عدد أفو جادرو من الظرات مول واحد من الحديد يحتوي على عدد أفو جادرو من الظرات ومقدار عدد أفو جادرو هو عبارة عن 6.02 ضرب 10.23 الكتلة المولية تعريف الكتلة المولية هي عبارة عن الكتلة بالجرام لمول واحد من المادة النقية أو من أي مادة نقية ووحدتها جرام لكل مول إذن الكتلة المولية هي عبارة عن الكتلة بالجرام لمول واحد من أي مادة نقية ووحدتها جرام لكل مول ملحوظة الكتلة المولية لأي عنصر تساوي الكتلة الثررية إذن نلاحظ لدينا هنا عنصر الكبريت الكتلة الثررية له هي 32.07 إذن الكتلة المولية له تساوي أيضا 32.07 لماذا؟ لأن الكتلة المولية لأي عنصر تساوي الكتلة الثررية أيضا كما نلاحظ الكتلة الثررية لعنصر الكربون 12.01 أيضا الكتلة المولية تساوي نفس المقدار 12.01 نلاحظ أيضا الكتلة الثررية لعنصر الفضة التي هي عبارة عن 107.9 أيضا تساوي نفس القيمة للكتلة المولية أيضا كتلة أي مول من أي مادة تحتوي على عدد أفو جادر من الجسيمات كتلة أي مول من أي مادة تحتوي على عدد أفو جادر من الجسيمات مثال ما الكتلة المولية للعناصر التالية؟ إذن نلاحظ لدينا الفقرة الأولى هي عبارة عن كتلة 1 مول من الفضة ما مقدار الكتلة المولية له؟ إذن نلاحظ لدينا هنا عنصر الفضة الكتلة الثررية له 107.9 إذن مقدار الكتلة المولية له هي 107.9 إذن نفس القيمة الكتلة المولية للعنصر تساوي عدديا الكتلة الثررية الفقرة الثانية 1 مول من الكبريت ما مقدار الكتلة المولية له؟ الكتلة المولية له مقدارها 32.07 نفس قيمة الكتلة الثررية تحويل الكتلة إلى مولات يمكن التحويل من الكتلة إلى مولات باستخدام القوانين التالية القانون الأول الكتلة بالجرام ويرمز لها بالرمز m small تساوي عدد مولات m small ضرب الكتلة المولية m capital القانون الثاني عدد مولات m small تساوي الكتلة بالجرام m small على الكتلة المولية m capital إذن نلاحظ المثلث الذي هنا هو يسحل علينا عملية حفظ القوانين في الأعلى يجد Täدين الكتلة بالجرام ووحدتها جرام ويرمز لها بالرمز m small وفي الأسفل على اليمين يجد دينا عدد المولات ووحدتها مول ويرمز لها بالرمز n small وفي الأسفل العلى يصار يجد دينا الكتلة المولية ووحدتها جرام لكل مول ويرمز لها بالرمز m capital إذن هذه هي القوانين التي تستخدم في عملية التحويل من الكتلة إلى المولات تدريب برقم واحد الكتلة بالجرام لواحد مول من أي مادة نقية هل هذا التعريف للكتلة بالجرام أم التعريف لعدد المولات أم التعريف للكتلة المولية أم التعريف للكتلة الزرية ما هي الإجابة الصحيحة؟ الإجابة هي الكتلة المولية الكتلة المولية إذن الكتلة المولية هي عبارة عن الكتلة بالجرام لواحد مول من أي مادة نقية مثال مع عدد مولات الكاليسيوم في 525 جرام منه علما بأن الكتلة الذرية له هي 40 إذن نلاحظ أن المطلوب هو ماذا المطلوب هو إيجاد عدد المولات مطلوب إيجاد عدد المولات إذن نلاحظ الحل نستخدم المثلث الذي يسهل علينا عملية حفظ القوانين نلاحظ أن لدينا في الأعلى الكتلة بالجرام التي يرمز لها بالرمز m small وفي الأسفل يوجد لدينا عدد المولات التي يرمز لها بالرمز n small وعلى يسار الجدول في الأسفل يوجد لدينا الكتلة المولية التي يرمز لها بالرمز m capital نلاحظ أن المطلوب هو عبارة عن ماذا المطلوب هو عبارة عن عدد المولات عدد المولات إذن كان عدد المولات غير موجود لأنه هو المادة المطلوبة يتبقى لدينا ظاهرا في هذا المثلث الكتلة بالجرام التي يرمز لها بالرمز m small أيضا يوجد لدينا الكتلة المولية التي يرمز لها بالرمز m capital نلاحظ أن العلاقة بينهما هي عبارة عن ماذا عبارة عن قسمة العلاقة بينهما قسمة لأن الكتلة بالجرام على الكتلة المولية إذن العلاقة بينهما قسمة إذن القانون الذي يمكن من خلاله إيجاد عدد المولات هو كالتالي m small تساوي m small على m capital m small على m capital الخطوة التالية بعد ذلك هي التعويض بالمعطيات في السؤال التعويض بالمعطيات في السؤال نلاحظ أن لدينا الكتلة بالجرام مقدارها ماذا؟ مقدارها 500 و 25 تقسيم ماذا؟ تقسيم الكتلة المولية لعنصر الكاليسيوم ومقدارها 40 نلاحظ أن الناتج يصبح لدينا يكون لدينا الناتج هو عبارة عن 13.125 والوحدة هي ماذا؟ الوحدة هي مول لأن المطلوب هو إيجاد عدد المولات المطلوب هو إيجاد عدد المولات ننتقل الحل النموذجي إلى هذا السؤال إذن نلاحظ المطلوب هو إيجاد عدد المولات ويرمز العدد المولات بالرمز n small إذن n small تساوي الكتلة بالجرام m small على الكتلة المولية m capital الكتلة المولية m capital الخطوة التالية هي التعويض في المعطيات إذن عدد المولات n small تساوي 525 جرام مقدار الكتلة بالجرام على الكتلة المولية التي مقدارها هي 40 جرام لكل مول 40 جرام لكل مول والخطوة النهائية هي إيجاد عدد المولات إذن عدد المولات n small ساوي 13.1 أو 13.125 مول الوحدة هي مول لأن المطلوب هو إيجاد عدد المولات المطلوب هو إيجاد عدد المولات التدريب الثاني ما عدد مولات الخاصين في 1.25 ضرب 10 أو 13 جرام منه علما بأن الكتلة الذررية للخارصين هي 65 ما هي الإجابة؟ إذن نلاحظ أن المطلوب هو إيجاد عدد المولات المطلوب هو إيجاد عدد المولات والقانون الذي يمكن من خلاله إيجاد عدد المولات هو كالتالي أولا نستخدم المثلث الذي يسهل علينا عملية حفظ القوانين وفي الأعلى يوجد لدينا m small وm small هي عبارة عن ماذا؟ هي عبارة عن الكتلة بالجرام الكتلة بالجرام وفي الأسفل على اليمين يوجد لدينا m small التي هي عبارة عن عدد المولات عدد المولات وفي اليسار يوجد لدينا m capital التي هي عبارة عن ماذا؟ هي عبارة عن الكتلة المولية نلاحظ أن المطلوب هو إيجاد عدد المولات إذن m small هي عبارة عن المادة المطلوب إيجادها يتبقى لدينا ظاهرا في هذا المثلث الكتلة بالجرام m small على الكتلة المولية m capital والعلاقة بينهما اسم كما نلاحظ لأن الكتلة بالجرام على الكتلة المولية إذن القانون الذي يمكن من خلاله إيجاد المطلوب هو كالتالي عدد المولات m small تساوي الكتلة بالجرام m small على الكتلة المولية m capital الخطوة التالية بعد ذلك هي ماذا؟ هي التعويض الخطوة التالية بعد ذلك هي التعويض في المعطيات إذن مقدار الكتلة بالجرام هي 1.25 ضرب 10 أو 3 جرام على ماذا؟ على الكتلة المولية بالخارصين ومقدارها 56 ليكون لدينا الناتج هو عبارة عن 19.2 والوحدة هي mull لأن المطلوب هو إيجاد عدد المولات إذن الناتج هو عبارة عن 19.2 mull والوحدة هي mull لأن المطلوب هو إيجاد عدد المولات ننتقل لحل النموذجي لهذا السؤال إذن المثلث الذي يسهل علينا عملية حفظ القوانين هو كالتالي في الأعلى يوجد لدينا الكتلة بالجرام التي يرمز لها بالرمز m small وفي اليمين أسفل الجدل يوجد لدينا عدد المولات التي يرمز لها بالرمز m small وفي اليسار يوجد لدينا الكتلة المولية التي يرمز لها بالرمز m capital إذن القانون أو العلاقة التي يمكن من خلالها إيجاد عدد المولات هي كالتالي عدد المولات m small تساوي الكتلة بالجرام m small على ماذا؟ على الكتلة المولية على الكتلة المولية التي هي عبارة عن m capital الخطوة التالية بعد ذلك هي التعويض بالمعطيات إذن عدد المولات تساوي الكتلة بالجرام مقدارها 1.25 ضرب 10 أو 3 جرام على الكتلة المولية ومقدارها 65 جرام لكل مول إذن الناتج النهائي قيمة عدد المولات m small تساوي 19.2 مول 19.2 مول والوحدة هي مول لأن المطلوب هو إيجاد عدد المولات المطلوب إيجاد عدد المولات وصلنا إلى التقويم السؤال الأول احسب عدد مولات 25.5 جرام من الفضة علما بأن الكتلة الذرية للفضة تساوي 107.8 وحدة كتلة ذرية هل الإجابة الفقرة الأولى التي هي عبارة عن صفر فاصل 24 جرام أم الفقرة الثانية التي هي عبارة عن 6.02 ضرب 10 أو 23 مول أم الفقرة الثالثة التي هي عبارة عن صفر فاصل 24 مول ما هي الإجابة الصحيحة إذن نلاحظ أن المطلوب هو إيجاد عدد المولات والقانون أو العلاقة التي من خلالها نستطيع أن نجد عدد المولات هي كالتالي أولا نستخدم المثلث الذي يسهل علينا عملية حفظ القوانين نلاحظ أنه في الأعلى يوجد لدينا m small وهي عبارة عن ماذا؟ هي عبارة عن الكتلة بالجرام الكتلة بالجرام وفي الأسفل على اليمين يجد لدينا ماذا؟ يجد لدينا عدد المولات أدد المولات وعلى اليسار في الأسفل لدينا m capital وهي عبارة عن ماذا؟ هي عبارة عن الكتلة المولية هي عبارة عن الكتلة المولية نلاحظ أن المطلوب هو إيجاد عدد المولات المطلوب إيجاد عدد المولات إذن m small هو المطلوب هو المطلوب إيجاده يتبقى لدينا ظاهرا في هذا المثلث الكتلة بالجرام m small والكتلة المولية m capital والعلاقة بينهما هي قسمة لماذا؟ لأن الكتلة بالجرام على الكتلة المولية كما نلاحظ في هذا المثلث إذن القانون أو العلاقة التي نستطيع من خلالها إيجاد عدد المولات هي كالتالي m small ساوي m small على m capital m small على m capital الخطوة التالية هي التعويض بالمعطيات إذن نلاحظ أن الكتلة بالجرام مقدارها 25.5 جرام على ماذا؟ الكتلة المولية التي هي عبارة عن 107 الكتلة المولية للفضة 107.8 إذن ليكون لدينا الناتج هو عبارة عن ماذا؟ هو عبارة عن 0.24 أو 0.24 إذن نلاحظ أن الفقرة الأولى هي عبارة عن 0.24 جرام والفقرة الثالثة هي عبارة عن 0.24 مول ما هي الإجابة؟ هل هي الفقرة الأولى أم الفقرة الثالثة؟ إذن نلاحظ أن الإجابة هي الفقرة الثالثة لماذا؟ لأن الوحدة هنا مول والمطلوب هو إيجاد عدد المولات المطلوب إيجاد عدد المولات لذلك الإجابة الصحيحة هي الفقرة الثالثة إذن الوحدة هنا مول لأن المطلوب هو إيجاد عدد المولات المطلوب هو إيجاد عدد المولات ننتقل للحل النموذجي لهذا السؤال إذن المثلث الذي سهل علينا عملية حفظ القوانين هو كالتالي الكتلة بالجرام يرمز لها بالرمز m small وعدد المولات يرمز لها بالرمز n small والكتلة المولية يرمز لها بالرمز m capital نلاحظ أن المطلوب هو إيجاد عدد المولات المطلوب إيجاد عدد المولات يتبقى الذين ظاهرون الكتلة بالجرام على الكتلة المولية والعلاقة بينهما اسمه إذا القانون الذي يمكن من خلاله إيجاد عدد المولات هو كالتالي عدد المولات in small تساوي الكتلة بالجرام m small على الكتلة المولية in capital الكتلة المولية in capital الخطوة التالية هي التعويض المعطيات إذن الكتلة بالجرام مقدارها 25.5 جرام على الكتلة المولية ومقدارها 107.8 جرام لكل مول إذن ناتج النهائي عدد المولات in small تساوي 0.24 مول سؤال التالي مولات العناصر المختلفة لها كتل متساوية أم لها كتل مختلفة أم جميع الإجابات خاطئة ما هي الإجابة الصحيحة؟ الإجابة هي أن لها كتل مختلفة مولات العناصر المختلفة لها كتل مختلفة أي يحوي المول دائما على العدد نفسه من الجسيمات ومع ذلك فإن مولات العناصر المختلفة لها كتل مختلفة أي أن مول واحد من ذرات الحديد مختلف عن مول واحد من ذرات الكبريت وهكذا السؤال التالي عدد مولات si silicon 1196.5 جرام منه علما بأن الكتلة الذرية له هي 28 مول أم يساوي 42.7 جرام أم يساوي 42.7 مول ما هي الإجابة الصحيحة؟ إذن نلاحظ أن المطلوب هو إيجاد عدد المولات المطلوب وإيجاد عدد المولات والقانون أو العلاقة الذي من خلالها نستطيع إيجاد عدد المولات هي كالتالي أولا نستخدم مثلة التالي الذي يسهل علينا عملية حفظ القوانين نلاحظ لدينا في الأعلى m small التي هي عبارة عن ماذا؟ عبارة عن الكتلة بالجرام وحدتها جرام وفي الأسفل لدينا ماذا؟ لدينا على اليمين m small التي هي عبارة عن عدد المولات ولدينا في اليسار m capital التي هي عبارة عن ماذا؟ هي عبارة عن الكتلة المولية الكتلة المولية الكتلة المولية نلاحظ أن المطلوب هو إيجاد عدد المولات إذن عدد المولات غير موجود لأنه هو المادة المطلوبة يتبقى لدينا ظاهرا في هذا المثلث الكتلة بالجرام m small على الكتلة المولية m capital العلاقة بينهما هي قسمة العلاقة بينهما هي قسمة إذن قانون الذي يمكن من خلاله إيجاد عدد المولات هو كالتالي m small يساوي m small على ماذا؟ على m capital ويساوي نعوض الآن عن المعطية في السؤال نلاحظ لدينا الكتلة بالجرام مقدارها 1196.5 جرام على ماذا؟ على الكتلة المولية التي مقدارها 28 جرام لكل مول نلاحظ أن الناسج لدينا هو عبارة عن 42.7 والوحدة هي عبارة عن مول لأن المطلوب هو عبارة عن عدد المولات إذن الوحدة هي مول إذن الإجابة هي الفقرة الأخيرة الإجابة هي الفقرة الأخيرة ننتقل الحل النموذجي إلى هذا السؤال إذن المثلث الذي يسهل علينا عملية حفظ القوانين هو كالتالي الكتلة بالجرام التي يرمز لها بالرمز m small وفي الأسفل على اليمين وجد لدينا عدد المولات التي يرمز لها بالرمز n small وعلى يسار وجد لدينا الكتلة المولية التي يرمز لها بالرمز m capital المطلوب هو إيجاد عدد المولات عدد المولات إذن يتبقى لدينا ظاهرا في هذا المثلث الكتلة بالجرام على ماذا؟ على الكتلة المولية إذن العلاقة بينهما قسمة إذن القانون الذي يمكن من خلاله حساب عدد المولات هو كالتالي عدد المولات n small تساوي الكتلة بالجرام m small على الكتلة المولية m capital خطوة تالية بعد ذلك هي التعويض بالمعطيات الكتلة بالجرام مقدارها 1196.5 جرام الكتلة المولية القيمة المعلومة التي مقدارها 28 جرام لكل مول خطوة تالية هي إيجاد القيمة النهائية لعدد المولات n small تساوي 42.7 مول والوحدة هي مول لأن المطلوب هو إيجاد عدد المولات المطلوب هو إيجاد عدد المولات أخذنا في درسنا لهذا اليوم الكتلة والمول ثم أخذنا الكتلة المولية وهي عبارة عن الكتلة بالجرام لمول واحد من أي مادة نقية وقيمة الكتلة المولية للعنصر تساوي عدديا الكتلة الذرية له ويحتوي المول دائما على العدد نفسه من الجسيمات مع ذلك فإن مولات العناصر المختلفة لها كتلة مختلفة ثم أخذنا بعد ذلك تحويل الكتلة إلى مول وصلنا إلى ختام درسنا لهذا اليوم نتمنى لكم التغفير والسداد ونراكم في دروس قادمة بإذن الله تعالى سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر